تذكرتني هنا بحادثة ذكرها محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان أحداث صنعة التاريخ الشيخ البنى ذهب إليه الشيخ طنطوي جهري الذي كان يلقب بحكيم الإسلام وقال له أنت إلى ماذا تدعو؟ قال له أنا أدعو إلى القرآن قال له سيبك من الكلام الفاضدة أنها يعني الناس كلها بتقول إيه أنا أدعو إلى القرآن كلمني بالتفصيل لا يريد مجرد الدعوة لا يريد مجرد الشعار الشعار فيقول فلما شرح لي دعوته فوجدت أنه لا يغادر حدود القرآن طيب فحسن البنى فطنطوي جهري أراد أن يدخل الإخوان فحسن البنى قال له يعني يا شيخ أنت حكيم الإسلام وإنت تفضل قد هذه الجماعة قال له لا أنت خليك في مكانك وأنا أدخل معك فيما دخلت فيه كلام ده البنى في العشرينات وتطنطوي جهري في السبعين يعني متكلم في فرق كبير فمحمود عبد الحليم بيقول وأنا ذهبت إلى الشيخ طنطوي جهري فبقول له يعني لي يا مولانا ما وفقتش أن أنت قال له هذا الفتى فيه شيء أنتم لا تدرونه وذكر له قال إن الله تبارك وتعالى يعني المصلح أعلى درجة عند الله تبارك وتعالى من الصالح صاحب الكرامات يعني مثلا كان موسى أفضل عند الله من الخضر لكن الخضر علم علما ليس عند موسى وموسى أفضل عند الله عنده يعني الحاجات اللي عملها الخضر ما يعرفش يعملها سيدنا موسى لكنه هو أفضل عند الله وكان الرجل الذي عنده علم من الكتاب أقدر على إحضار العرش من سليمان لكن سليمان خير عند الله منه فالبنى هو خير من الصالح صاحب الكرامات لأنه مندرج في عداد المصلحين هذه كلمة تضل برضو على عمق وثقوب نظر الشيخ تنطاوي جهري